اشتركوا في القناة اول واحد كتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نصير مزراوي يبكي بالسبب مرضها تأثر اللاعب المنتخب المغربي نصير مزراوي بعد ترتيله صورة الضحى خلال بودكاست دقيقة لله الذي يعرض على منصة يوتيوب مؤكدا انها تذكره بظروف صعبة عان منها اللاعب شرح في وقت لاحق ان السبب التأثر راجع لمرضها اتسببت اصابته بفيروس كورونا خلال كأس العالم باتهاب غشاء تامور الذي يغلف القلب مشيرا انه لا يزال يعاني منها مزراوي قال انه اصيب عدة مرات وتعافى بشكل عادي لكنها المرة الاولى التي يقترب فيها مرض او فيروس لقلبها مبرزا ان ذلك اثر على صحتي فكان في بعض الاوقات يبدو في صحة جيدة ثم تتضهر حالته بسرعة ما اثر عليه نفسيا وجعله يمر باوقات صعبة اللاعب اوضح ان تأثره عند سماع او قراءة صورة الضحى راجع لانها خاصة بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم اذ نزلت علي عندما كان يمر بظروف صعبة عقب توقف نزول الوحي عليها لفترة طويلة ويبدو ان هذه الوقعة قد دفعت اللاعب للتدين بشكل اكبر وقال ان المعاناة مع المرض جعلته اقرب لله مشيرا بانه كان يخطط بعد نهاية كأس العالم للسفر في رحلة سفارية لكن اصابته دفعته الى اداء العمر حيث عاش لحظات غير مسبقة مزراوي اعلن في البرنامج عن حلمها بان يصبح اماما ومن اجل تحقيق ذلك فانه قرر حفظ وفهم القرآن وتطبيقه على حياته الخاصة عاجل المنتخب الفرنسي يطلب مواجهات المنتخب المغربي بعد الفوز على البرازيل يرهب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في مواجهات المنتخب الوطني المغربي مرة اخرى بعد مباراة النصف في كأس العالم بقطر في الفترة المقبلة من توقف الدورية الاوروبية حين تتفرغ المنتخبات للاستعداد للمنافسات القرية ومن المنتظر ان يفاتح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من اجل الترتيب لهذه المباراة بعدما كانت قريبة من التحقق في التواقف الدولي الماضي حيث ان المنتخب الفرنسي رشح اكثر من مرة لمواجهة اصد الاطلس الا ان الاتزامات بتصفية الاوروبية حالة دون ذلك ومن المنتظر ان تحسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في لعب مباراة فرنسا الودية فبعدما وجه اصد الاطلس المدارس اللاتينية بات لزاما عليه تجرب الافراقية والاوروبية استعداد لكأس الامم الافراقية القادمة في الساحل العج وسيجري المنتخب الوطن المغربي لقاءات ودية اخرى ستجمعه بمنتخبات افراقية قوية استعداد لكأس افراقية المقبلة حيث سيجري مباراة ودية مع كبار القارة الافراقية حيث يجري التفاوض مع كل من المنتخب الكاميرونية في العاصمة يويندية ثم منتخب الساحل العاج في ابيتجون ويرغب مدرب المنتخب الوطني وليد رجراجي في خوض مباراة ودية اعدادية في القارة الافراقية من اجل التعاوض على الاجواء والظروف بالقارة الصمراء حيث ان هدف المدرب وليد هو الفوز بكأس افراقية القادمة بعد المرتبة الرابعة في كأس العالم بقطر ابراهيم دياز لاعب ميلان الايطالي تلقى اخر قرار من المدرب وليد رجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب تلقى ابراهيم دياز لاعب ميلان الايطالي اشارات مباشرة من وليد رجراجي المدير الفني لمنتخب الوطني عن طريق اكثر من جهة واكد موقع كورة ان رجراجي قد أبلغ دياز عندما ازره في فبراير الماضي أنه لن ينتظره طويلا وعليه حسم قراره النهائي بشأن تمثيل المغرب أو إسبانيا وإلا سيغلق ملفه للأبد ولن يتصل به مجددا أو التفكير في ضمه لأصود الأطلس وأضافت المصادر أن الرجراجي تفهم موقف دياز بعد أن تخلف عن معسكر إسبانيا مؤخرا رغم إدراج ديلافوينت المدرب إسبانيا اسمه ضمن القائمة الموسعة للمتدور وبعدها لم يحضر ليغضب المدرب منها إلا أن مدرب الأصود انتظر منه خطوة لم يقم بها مثل ما جرى الاتفاق بينهما وتبع المصدر الخطوة هي أن يبادل دياز بخطاب مكتوب ومواقع باسمه لاتحاد الكرة المغربية ليبشر إجراءات تغيير جواز سفره وجنسيتها الرياضية وخطاب آخر للفيفا يعلن رغبته في تمثيل المغرب مستقبلنا مثل ما فعل خنوس والزروري والحدادية إلا أنه لم يقم بذلك وأتم يدرك دياز أن قطار المنتخب المغربي لن ينتظره طويلا خصوصا بعد أن أعلن رغبه أنه لا مكان للمترددين فعلى الجميع إظهار الجراء مستدلا بكيليان بابي الذي اختار فرنسا بدلا من الكاميرون والجزائر ولا أحد يلوم حاليا وكان ديلا فوينتي في المؤتمر الصعفي الذي يسبق مباراة إسبانيا والنرويج في تصفية أمم أوروبا قد هاجم إبراهيم دياز هو الآخر بقوله في المرات المقبلة لو يرغب في تمثيل إسبانيا عليه أن يأتي راكدا الفيفا بلال خنوس من ألمع الأسماء الصعيدة في سماء الكرة العالمية أشهد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالدولية المغربي بلال خنوس وذلك بعد تألقه مع المنتخب الوطني المغربي في مباراة الأصود الأخيرتين أمام البرازيل والبيرو ونشر الفيفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة اللاعب الدولي في نادي جينيكا البلجيكي وأرفقها بتعليق جاء فيها واحد من ألمع الأسماء الصعيدة في سماء الكرة العربية والعالمية وتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم بلال خنوس في عمر الثمانية عشر يثبت أنه قادر على تحمل المسؤول واللعب مع منتخب المغرب يشار إلى أن بلا الخنوس شارك مع المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم قطر 2022 في مباراة تحديد المركز الثالث في نفس المسابقة أمام كرواتيا كما كان قد توجي الخنوس قبل أشهر بجائزة الحداء الدهبي لأفضل لعب صاعد للسنة الماضية بالدورة البلجيك الممتاز وحصل لعب المنتخب المغربي على هذه الجائزة المذكورة بعدما حصد 355 نقطة متقدما على صاحب المركز الثاني تشارز ديكلتيريا فيما جاء أفماتي السامويز ثالثا برسيد 146 نقطة أشعر بخيبة أمل كبيرة ولكنني أضرب لكم معيدا بعد التعافية أعرب لعب المنتخب المغربي عزدين أناحي عن خيبة أملها بعد تأكد غيابه عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأصود أمام البرازيل وقال أناحي في تدوينة نشرها على حسابها الرسمية عبر موقع التواصل للإجتماعي تويتر قدر الله ومشأ فعل تعرضت للإصابة في المباراة الودية ضد البرازيل شخص بكسر على مستوى أصبع القدم يتطلب جلحة مقررة غدا إن شاء الله وأضف الاستراحة محددة في بضعة أشهر وسأبدل كل جهد لأكون جاهزا مع بداية الموسم أشعر بخيبة كبيرة كنت أرغب في مساعدة زملائي فيما تبقى من البطولة لكنني أضرب لكم موعدا بعد التعافية ترجمة نانسي قنقر